السيد الرئيس الحضور الكرام إن اتحاد عمال مصر هو لسان الحركة العمالية والمدافع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم والعمل على رفع مستواهم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً تماشياً مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 وهو حلقة الوصل ما بين العامل وصاحب العمل ليخدم أكثر من خمسة ملايين عامل منضمين إليه إضافة إلى العمالة غير المنتظمة كلمة السيد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بسم الله الرحمن الرحيم وقلوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالأصالة عن نفسي ونيابة عن عمال مصر في كافة قطاعات الدولة يشرفني في بداية كلمتي التوجه لفخامتكم بمناسبة الأعياد عيد العمال وتوجه لفخامتكم بالتحية والإعزاز بمناسبة الأعياد المتتالية التي تعيشها مصر عيد الفطر المبارك عيد القيام المجيد سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا في خدمة الوطن وأن نظل على الدوام على قلب رجل واحد أو فياء لبلدنا ولعمالنا ولشعبنا العظيم وبمناسبة احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الواحدة والأربعون لأعياد تحرير سيناء اسمحوا لي فخامة الرئيس أن أتقدم بالتحية إلى روح كل شهيد دفع حياته سمنا زهيدا من أجل هذا الوطن وكل مقاتل ضحى في معارك التحرير ومواجهة جحافل الإرهاب والتطرف تحية لجيش مصر العظيم بقيادتكم الحكيمة الذي خاض أخطر المعارك وحارب بإسم الإنسانية وعبر بنا من الهزيمة إلى النصر في معارك الكرامة والشرف حفاظا على كيان الدولة المصرية واستقرارها تحية لرجال الشرطة البواسل الذين وقفوا صفا واحدا من أجل الدفاع عن هوية الوطن وحقه في التقدم وقدموا دماءهم من أجل شعبنا ووطنينا الذي نعيش تحت ظلاله تحية لعمال مصر والترابط والعمل والإصرار على البناء يأتي احتفالنا هذا العام بعيد العمال وصل تحديات عالمية وإقليمية ضخمة تجتاح العالم كله بدأت بجائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية إلى الأزمات التي تهدد الاستقرار العالمي وترقى تصياد الدول ومن بينها مصر والنتيجة ارتفاع معدلات التضخم إلى أرقام غير مسبوقة في كل دول العالم وزيادة أسعار السلع وكان للعمال النصيب الأكبر والمباشر من هذه الأسار السلبية على مختلف قطاعات العمل من الإغلاق المؤقت لبعض الشركات والمؤسسات إلى ارتفاع أسعار مواد الإنتاج مع أزمات التجارة الدولية وكانت لسياستكم الحكيمة الأسر الأكبر في التخفيف من زيادة الأسعار التي اكتاحت العالم بإجراءات وقرارات حاسمة لصالح الطبقة العاملة ومحدود الدخ منها زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة المعاشات وإقرار علاوة غلاء المعيشة ورفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 48.8 من عشرة للتخفيف عن كاهل المواطنين وغيرها من الإجراءات التي استهدفت بالأساس توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وحماية العامل البسيط معكم يا فخامة الرئيس حفرنا قناة السويس الجديدة في عام واحد وأربع أنفاق أسفلها في عام ونص ومحطات كهرباء في عامين وعشرات المدن الجديدة قضيتم بها على العشوائيات وأزمة الإسكان معكم تم إنشاء أكبر شبك الطرق ووسائل مواصلات حديثة منها ومئات المشروعات القومية العملاقة التي كانت تحتاج عشرات السنوات ولكنها أقيمت بإرادتكم وبأيد العمال ومعكم تم إنشاء العاصمة الإدارية كانت حلم وأصبحت على أرض الواقع نعم كما قلت فخامتكم لم يكن ليتم ذلك إلا بسواعد العمال عمال مصر وقوة الشعب المصري وإننا على ثقة فخامة الرئيس بأن عجلة الإنتاج لن تتوقف عند هذا الحد بل ستستمر فخامة السيد الرئيس نعم في الماضي بنين حضارة يقف العالم أمامها منبهرا حتى الآن والآن يبني عمالين الأوفياء في طريقة الشعب المصري الجمهورية الجديدة وها نحن نتفقد مع سيداتكم المشاريع العملاقة منها مصنع الشرقية للسكر كما تم بناء مصنع للغزل والنسيج في المحلة الكبرى ومصنع للسكر في المينية ومصنع للإسمنت في بني سويف وعشرات المجمعات الصناعية من الكابونات والأدوية والجلود والأساس والصناعات الإكترونية والاكتفاء الذاتي من الغاز في قطاع البترول كما تم تحديث أدوات الإنتاج كما تم تحديث أدوات الإنتاج في المصانع القائمة التي لم تمسه يد التطوير منذ عشرات السنين سيادة الرئيس باسم جماهير العمال نحلم معكم بمعاشات تساوي آخر أجر لمن أفن حياته وشبابه في العمل حتى يستطيع مواجهة أعباء الحياة وبتوجيهات سيادتكم تم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وكذلك التأمين الصحي الشامل الذي يضمن علاج جميع طوائف الشعب نحلم معكم بربط كل الجماعات التكنولوجية وكليات الهندسة والزراعة والمعاهد ومدارس التعليم الصناعي والزرعي في كل أنحاء الجمهورية بمصانعنا ومشروعاتنا في القطاعين العام والخاص حتى يرتبط التعليم بإحتاجات العمل الحقيقية نحلم معكم بأن يضخ القطاع الخاص أمواله واستثماراته في شرعين الصناعة بعد أن مهدتم لهم الطرق بالبنية التحتية والتشريعات والتسهيلات الغير مسبوقة وختاما سيادة الرئيس فإن عمال مصر يشرفهم أن يتقدموا يشرفهم أن يتقدموا لسيداتكم بكل التقدير والاعتزاز لرؤياتكم السديدة المطابقة لرؤية شعبا أبي يطمح لأن يمضي لمستقبل أفضل وبعزم وثقة ويتمنى حياة كريمة في ظل قيادة حكيمة وسياشة رشيدة اسمح لي سيادة الرئيس بأن أتقدم لسيداتكم بإسمي وبإسم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بدرع انتسكاري دمت لنا زعيما وقائدا حفظ الله مصر وطنا عزيزا آمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر